ونفق دائما مع العمل الإنساني حيث قام جمعية خيرية بزيارة مجملة لقناة النهار بغرض تكريم القناة على تغطيتها المتميزة لقضية روهينجيا ونقلها لأول مرة في الوسائل الإعلامية الجزائرية لأوضاع الأقلية المضطهدة هناك حيث أقدمت الجمعية الوطنية إسعى للخير بالعاصمة وجمعية البيان للأعمال التضامنية لولاية المسيلة على تكريم الزميل وليد نهاجري أملينا أن تساهم الجمعيتين في قوافل خيرية القادمة رفقة مجمع النهارة التغطية كانت لإسماعيل محبوب كان الشرف اليوم أني راني لقيت كما يقول لك 95% أو 99% وكلهم شباب هذي راهي طاقات كما يقول لك تمثل الجزائر كما يقول لك راهي تكون كما يقول لك دفع لكل قناوات الجزائرية ولنا الشرف أن نرى أنه نحن أنا نقول لك إنجازه وحاجة كبيرة بالعكس حاجة تشرف القاناة النهار أنها تدير حاجة كما هذي راهي ميش وميش حاجة سهلة هذا الشي اللي حفزني القاناة الوحيدة والصحاف اللي راحوا وغامر بحياته بنفسه وباش يوصل حياته تحهم صورة وصوت جينا إن شاء الله باش نكرموا قاناة النهار علموا جهودات الجبارة اللي تقوم فيها في الساحة الإعلامية تعد زاير وجينا ثاني كعلاجة أخونا واليد ميهاج لي كان كسر الحدود وكسر معطايات كامل وراح البورما باش يلحق رسالتها إخواننا المسلمين في بورما الحمد لله احنا صافي بليزر لنا لي جينا لكم اليوم اللي قاناة النهار وإن شاء الله تكون سنة محمودة ورانا شك فأكومة تكون حاجة مليحة إن شاء الله ننجو كلموا قاناة النهار بارك الله فيكم لأنا بالنسبة لي رأي قاناة الأولى على مستوى الوطن وإن شاء الله لكثير من النجاحات والامتيازات إن شاء الله في المشوار تحهم والشباب هذون اللي هم خدمين فيها إن شاء الله